موسيقى بسم الله تمارين حول درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016 تمارين رقم 12 X و Y عددين حقيقيا حل النظمة التالية ناقص 5 X زائد 2 Y ناقص 1 يساوي 0 ثم 10 X ناقص 4 Y زائد 2 يساوي 0 يلا أنقل تمارين في دفترك ثم أنجزه سنلتقي بعد قليل لمناقشة الصحيح معا يلا سأنتظرك يلا لنجيب الآن على التمارين X و Y عددان حقيقيا عدنا ناقص 5 X زائد 2 Y ناقص 1 يساوي 0 و 10 X ناقص 4 Y زائد 2 يساوي 0 باحث جيدا هنا إذا ضربنا طرفي هذه المعادلة في ناقص 2 و تركنا المعادلة الثانية كما هي يعني بحالة ضربناها في 1 فماذا يحصل؟ انظر معي الآن إلى المرحلة الموادية باحث جيدا ناقص 2 في ناقص 5 X أي 10 X ثم ناقص 2 في 2 أي ناقص 4 Y و ناقص 2 في ناقص 1 أي زائد 2 و 0 في ناقص 2 يساوي 0 ثم المعادلة الثانية للنظمة ستبقى كما هي يلا ما هي الملاحظة التي يمكن أن تسجلها في هذه المرحلة لاحظ جيدا المعادلة الأولى للنظمة و لاحظ المعادلة الثانية للنظمة بطبيعة الحال لدينا نفس المعادلة المعادلة الأولى للنظمة هي نفس المعادلة الثانية للنظمة إذن النظمة التي بين أيدينا هي عبارة عن معادلة واحدة تم تكرارها مرتين نتبقين إذن لحل هذه النظمة يكفي أن نحل إحدى معادلتيها سواء الأولى أو الثانية إذن ثم نتابع إذن سنأخذ فقط معادلة واحدة ما دامت المعادلة الثانية للنظمة هي نفس المعادلة الأولى للنظمة هكذا أي هذه المعادلة كما تعلم تذكرنا بمعادلة مستقيم وكما تعلم معادلة مستقيم تمتشيلها المبياني هو مستقيم من المستوى يحتوي على كم النقطة نعم يحتوي على ما لا نهاية له من النقطة إذن ما لا نهاية له من الأزواج التي هي حلول لهذه المعادلة إذن لحل هذا النوع من المعادلات يكفي أن نكتب X بدللة Y أو Y بدللة X كما رأيت في الدرس مع أستاذي تبقين إذن مثلا نكتب Y بدللة X أي ناقص 4Y إذا شئت يساوي ناقص 10X ناقص 2 عند انتقال حدين من طرفين لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقها بحالة نكتب الصيغة المختصرة أي إيغاية يساوي ناقص 10X ناقص 2 على ناقص 4 ثم نبسط هذه الكتابة أي إيغاية يساوي ثم ننزل إشارة ناقص من البسط ومن المقام هذه تعطينا 10X زائد 2 على 4 وإن كنا نختزلها سنعمل بـ 2 أو نكتبها كذا 10 على 4X زائد 2 على 4 فنختزل فتعطينا 5 على 2X زائد 1 على 2 وهكذا كتبنا إغاية بدلالة X استنتاج ماذا سنقول في النتيجة النهائية جميع الأزواج X بحيث Y يساوي 5 على 2X زائد 1 على 2 هي حلول لهذه المعادلة أو هي حلول لهذه النظمة لأن النظمة التي بين أيدينا كما قلت هي عبارة عن معادلة واحدة تم تكررها مرتين تبقين انتهى التمرين من إعداد استداد إعداد صفاء مراقش إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر